أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية في النيجر وكان المجلس الانتقالي في النيجر قد أمر أجهزة الشرطة بالعمل على طرد السفير الفرنسي في نيامي وذلك في رسالة وجاه إلى باريس بعد انتهاء مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد اشتركوا في القناة